ثمان سنوات من عمر انقلاب ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران وتدخل التحالف السعودي الإماراتي تحولت فيها اليمن إلى بلد مستباح يتدخل في شؤونه الجميع ويقررون مصيره نيابة عن أهله بدون انقلاب ميليشيا الحوثي وإنشاء وتسليح ميليشيا المجلس الانتقالي ليس بمقدور إيران أو السعودية أو حتى بريطانيا وغيرها إبداء رأيها فيما يتعلق برؤيتها لمستقبل اليمن أو العلاقة بين مكوناته الداخلية الأزمة اليمنية كانت موضوع لقاء بين كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي والمدير العام للشؤون الإقليمية الوزارة الخارجية النرويج دفع المسؤول الإيراني فيه عن اشتراطات الحوثيين لتجديد الهدنة والدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب في اليمن ووصف اشتراطات الحوثيين بشأن رفع ما أسماه الحصارة ودفع الرواتب بأنها اشتراطات معقولة ومبنية على الاحتياجات الإنسانية في الوقت نفسه عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يزور بريطانيا ويطلب منها إعادة صياغة حلول للأزمة اليمنية سلما أو حربا بحسب تعبيره خلال لقاء أجراه مع قناة تلفزيونية بريطانية وفي بيان حول زيارة الزبيدي إلى المملكة المتحدة تجاهل سفير بريطانيا مطالب الزبيدي وجدد دعم بلاده للوساطة الأممية لضمان حصول اليمن على السلام والاستقرار الذي يستحقه واكتفى بتشجيع جميع الأطراف اليمنية على التواصل مع المبعوث الأممي لإنهاء الأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات في الوقت ذاته يخوض الحوثيون مفاوضات سلام بينهم وبين السعودية برعاية عمانية من جهة فيما تعمل السعودية على استكمال تقسيم البلاد من خلال إنشاء مكونات سياسية جديدة لتكون الحاملة السياسية لعملية التقسيم في مناطقها وتؤدي دور المجلس الانتقالي وميليشي الحوثي وهو ما يعني إطالة عمر الأزمة ومنحها المزيد من أسباب البقاء